24 والمشكلة اللي حصلت بعد مباراة جيبوتي لحسين الشحات وإمام عشور وطارق حامد شايف الموقف ده كان يتحلل ازاي؟ أو الأمور ما كانتش توصل للشكل ده؟ وشايف أنه ممكن يمكن الموضوع ده يكبه وعدت والأمور تستقر وإحنا محتاجين اللاعبين دول معنا؟ بصه أنت ما يحتاج أي لعب في المنتخب طبعاً بس هو الراجل زي ما وقتلك الأجانب ما بيحبوش الغلط زي ما بنقول يعني ما يحبوش الغلط كلعيب كورة يخرج عن السياسة بتاعتها أو منظومة بتاعته هو بيحطها فأنا مش مولين ما أقوب الموضوع بس لا أنا أعتقد طريق عنده الخبرات الكبيرة جداً اللي هو يحتاجها إمام لعب كبير حسين لعب كبير طبعاً بشوف أنه ممكن يلموا الأجواء يعني لأن ده اللاعبها ممكن تحتاجها قدام يعني وخصوصاً لعبها موازين جداً وعندهم خبرات كبيرة جداً في أفريقيا فأنت لسه مش هتشوف حد تاني عشان تدخل عب تقود أفريقيا زي ما أنت بتقولها بيصف السنة الجاية فأنت محبوش سنة جاية خلاص داً شهرين يعني ولا شهر ونصف فأنت مش محتاج لسه تجرب أنت الناس دي موجودة هو ده القوام اللي أنت مشتردين الناس دي موجودة فأنت حاول تلمها يعني أنا بشوف أنه حاول تلمها إلا لو الموضوع كبير بقى سريعاً تريزيجية ولا عمر مرموش تريزيجية تريزيجية قلبي الدفاع شايف عبد المنعم بص بشوفي التلاتة 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 تعتمد على المشاكل كبير جداً معرجوع إن شاء الله حجازي عبد المنعم حجازة والونش والونش برضو وونش برضو نتملو التوفيق إن شاء الله لا خلاص الونش إن شاء الله لا أعتمد النزول يعني نزول الملعة وسامي بالمقصة وسامي والعلي جابر طبعاً اللعبة كبيرة جداً يعني أعتقدر الخمسة يقدروا يشيروا يعني بك شمال فتوح محمد حمد الاثنين يعني الأجهز بقى ساعتها الأجهز ساعتها الأجهز اللي هي لعب ساعتها خط نص بشوف إنني طبعاً ما تخليني خليك أنت يعني اخترت تشكيل برضو يعني سريعاً يعني التشكيل متوقع هو لو مشكلة طريقة حلت أعتقدر ممكن طريقة إنني أو لو طريقة ما تحلتش ممكن حمدي إنني قدام زيزو طبعاً صلاح زيزو صلاح هو تريزيجي ومستقى محمد وش ناوه في حرس مرمو وش ناوه حرس مرمو طبعاً يعني مش هيبقى فيها اختلاف كتير جداً عن التشكيل الأخير يعني إحنا كنا رايبين آخر بطلتين آخر بطلتين نهائي يا رب التالتة تبتا يا رب إن شاء الله نتمناها لإن إحنا محتاجينها يعني إحنا كشعب مصر وهجمهور منتخب مصر وكلعيبة وكلنا لا إحنا محتاجين حاجة زي كده يعني زي ما قلت لك بعد حوار المغرب ده خلي عندنا شغف إن إحنا نعمل حاجة كبير جداً صلاح الاختبار بالحقيقي اللي هي البطولة دي هي الاختبار الحقيقي للجهاز الفني ولعبة منتخب مصر هتحكم بقى لكن مش هحكم على برضو معلش يعني مش هحكم على فيتوريا خلال بيلعب أسيوبيا بيلعب جيبوتي سيباليون محترام طبعاً آه هو عمل طبعاً مطشط كبيرة جداً مع بلجيكا ومع جزائر بس مطشط ودية آه هل بقى الاختبار الحقيقي في المطشط الرسمية آه مع منتخبات كبيرة بقى طبعاً احنا لعبنا بلجيكا ولعبنا بس ودي آه بس دي برد وتونس بس انت تعصدت مع تونس آه بس انا بقولك هل بقى لما هديجي تلعب غانا بقى في بطولة أفريقيا تلعب جوتفار الكاميرون الفرق دي في بطولة أفريقيا وبطولة رسمية ها على الأرض الواقع صعب هو ده الحكم بقى عموماً عموماً أنا طبعاً بشكرك غدانفر الكرة المصرية